الإمارات تفعلها وتصطاد الأمطار بشحنة كهربائية سبقتها الصين والسعودية وبونابرت رائد التجربة معكم رائد حاكم فاصل قصير ونأتي بالتفاصيل أهلا بحضراتكم فعلتها الإمارات العربية المتحدة ونجحت في أحدث اختباراتها مع السحاب استضت الأمطار بشحنة كهربائية وهطلت المياه عبر دعم من سرب طائرات بدون طيار حمل الشحنات وقام بالمهمة التي وصفت من جانب المراقبين بالمثيرة والناجحة في مجال الاستمتار الصناعي وفي أحدث نجاحاتها اختبرت الإمارات طريقة جديدة للإستمتار بإطلاق شحنات كهربائية في السحاب المنخفض في الجو ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عالمية هطول أمطار غزيرة على الإمارات حيث طورت السلطات تقنيات خاصة للاستمتار تتمثل في إطلاق طائرات بدون طيار في السماء تطلق شحنات كهربائية في السحب لاستجلاب المطر وإنعاش الصحراء القاحلة وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تجربة تقنيات المطر الاصطناعي تمت في الصحراء في حرارة بلغت خمسين درجة وتقوم الطريقة على إحداث خلل بالتوازن بين الكهربية السالبة والموجبة التي تحملها قطيرات الماء الصغرى المعلقة والقريبة من سطح الأرض ما يدفعها إلى تبديل سلوكها ويحدوها إلى التجمع والنماء الأمر الذي يفضي في النهاية إلى هطول المطر هذا وتعود أولى محاولات إسقاط الأمطار إلى القائد الفرنسي نابوليون بونابرت الذي أطلق قذائف نحو السحب بهدف إسقاط الأمطار وفي عام 1891 كرر علماء أمريكيون محاولة مماثلة ولاحقا بدأ استخدام البالونات الهوائية والطائرات الورقية لإيصال متفجرات للسحب لكن هذه الطريقة لم تنجح إذ انتهت بحرائق وتعود جذور هذه التقنية إلى عام 1947 عندما قامت منظمة الكومنويلز الأسترالية للأبحاث العلمية والصناعية بتجربة ناجحة للحصول على الأمطار من خلال تلقيح السحب ومنذ ذلك الحين بدأت دول عديدة بتطوير هذه التقنية لتتحسن نتائجها وتعد استراليا والولايات المتحدة والصين من الدول الرائدة في هذا المجال والاستمطار هو نوع من تغيير حالة التقص المتعمد أو بمعنى آخر تغيير كمية الأمطار أو نوع هطول المطر من الغيوم من خلال وضع مواد في الهواء تكثف الغيوم وتبردها لتزيد نسبة الأمطار أو السلوك ومن أشهر المواد المستخدمة في هذه العملية هي يوديد الفضة والثلج الجاف والأملاح الرطبة وتتم عملية الاستمطار بحقن بعد هذه المواد في الغيوم مما يجعل قطرات الماء الموجودة بداخلها تتحول إلى بلورات سلجية تتساقط بفعل ثقلها نحو الأرض لتعيدها الحرارة المرتفعة قرب السطح إلى حالتها السائلة ثانيا وتعتبر هذه الطريقة الأشهر للاستمطار وتتنوع الأساليب والوسائل المستخدمة في عملية حقن السحب حيث يمكن حقنها باستخدام الطائرات والصواريخ جوا أو مضادات الطائرات والمولدات الخاصة أرضا حيث تستخدم مضادات الطيران لإطلاق القذائف المحملة بالمواد بطريقة مشابهة إلى حد ما بإطلاق الألعاب النارية أما المولدات الخاصة فتقوم بتوليد بخار الماء المشبع ببعض المواد لتتولى بعد ذلك طيارات الهواء نقلها إلى أعلى ولضمان نجاح عملية الاستمطار لابد من تواجد عوامل طبيعية مساعدة كتواجد بعض الصحب الركامية ووجود طيارات هوائية صاعدة ومن شروط نجاح العملية معرفة الوقت المناسب للحقن ومعرفة الكمية المناسبة التي يجب حقنها بالصحب لتحفيزها ويناسب الاستمطار الصناعي الدول التي تعاني مناخا جافا وهناك دول كبيرة تستخدم الاستمطار الصناعي منها الصين التي تملك أكبر برنامج في العالم وكذلك الولايات المتحدة التي تستخدم تقنيات متطورة في المناطق الجافة بالإضافة إلى الهند التي زادت من عمليات الاستمطار في عدد من ولايتها وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الاستمطار الصناعي يساعد بعض الدول على تحسين وضعها الاقتصادية بزيادة مغزون المياه المستخدم في الزراعة وأيضا استخدامها في تعديل المناخ ويتم الاستمطار وفق خطة تعتمد على احتياجات المناطق ويتم التحكم في تسريع عملية هطول الأمطار وزيادة إضرار الصحب عن معدلها الطبيعي وذلك من خلال استخدام مادة يوديد الفضة والتي تجعل بلورات الثلج الموجودة في السحب تتجمد وبدأت أول تجربة للاستمطار في المملكة العربية السعودية خلال عام 2006 في المنطقة الوسطى وتتكون التقنية من طريقتين الأولى جوية بواسطة الطائرات وهي الأكثر فاعلية والثانية عبر مدافع ضخمة ويتم فيها تلقيح السحب بشعلات تحفزها على الاستمطار فيما جرت في العصر الحديث أكبر عملية استمطار في التاريخ فوق منطقة جغرافية بالصين نهاية عام 2018 وصرحت السلطات الصينية عن خطة جاهزة وجديدة لاستجلاب الأمطار والسلوج فوق مساحة شاسعة تبلغ 1.6 مليون متر مربع كما ستشرف على العملية هيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء التابعة للحكومة الصينية وتتم العملية ببناء عشرات من غرف الاحتراق على سفوح هضبة التبت والتي تقوم بدورها بتوليد جزيئات اليوديد الفضي وضخها مباشرة باتجاه السحب وكان نتيجة لذلك تحرد هذه الجزيئات بخار الماء ليتكاثف بشكل أكبر مما ينتج عنه تشكيل الغيوم التي تنزل المطر وما يميز الصين عن باقي الدول في الاستمتار هو استخدامها الطائرات العسكرية خلال تحريد تكاثف البخار كما أن الدولة تقوم بهذه العملية باستمرار بهدف تنقية أجواء المدن المزدحمة والملوثة ومن المعروف أن الصين بدأت عمليات الاستمتار عام 2013 وتنتج سنويا ما يقارب 55 مليار طن من الأمطار الصناعية يشار إلى أنه في الغالب تكون الأمطار الصناعية تسمى حيث تتكون من المخلفات الكيميائية من المحطات النووية كما حدث في كارثة تشيرنوبل في عام 1986 حيث أصيبت أوروبا كلها بالأمطار النووية مما أدى إلى تشوهات خلقية وتسمم الأطعمة ونفوق الحيوانات ويلاحظ أن كل قطرة مطر تحتاج حتى تتشكل إلى نوات يتجمع عليها بخار الماء وقد تمت بعض التجارب مؤخرا وفيها كونت أمطارا استناعية من خلال بخ الغيوم بمزيج كيميائي مكون من الصوديوم والمغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم وتعتمد هذه العملية على تحضير نقطة ارتكاز لبخار الماء داخل أينات المواد الكيميائية وفي هذه النقطة يتحول بخار الماء إلى قطرة مياه تسقط على الأرض عند بلوغ وزنها قيمة معينة وبهذا تتكون أمطار أكثر غزارة من المطر الطبيعي ويصبح بالإمكان جعل المطر يغطي مساحات أكبر كما يمكن تلقيح الغيوم بالأمزجة الكيميائية المناسبة بواسطة طائرات تقوم برشها من الجو أو من الأرض بواسطة مداخين تنفث المزيج إلى السماء نشكر لحضراتكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة